وإلى هذا الخبر العاجل حيث وجه رئيس عبدالفتاح سيسي بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات ما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة وخلال اجتماع لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وجه الرئيس سيسي بتكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين وكذلك مواصلة دعم برنامج الحماية الاجتماعية في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة في مختلف محافظات الجمهورية آخذا في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين وأكد متحدث الرئاسة أن الرئيس سيسي شدد على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطن ورفع مستوى المعيشة وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة بشكل مستدام لجميع مواطنها وأضف المتحدث أنه تم استعراض الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم